اشتركوا في القناة هنصارع الشيطان في جولة جديدة وإن شاء الله منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صراع النهاردة صراع عجيب شوية قدر الشيطان يتدخل ويحاول بقدر الإمكان يستفير جوه كل إنسان الغضب اللي جواه والبركان الثائر اللي جواه خلي الإنسان يغضب على أقل كلمة وبأدفه الأسباب ويغضب ويوصل بيه الأمر أحيانا أنه يسب أو يشتم أو يقذف أو يقول كلمات يعني غير لائقة بيه كمسلم وقد يصل أحيانا الأمر إلى الشتم واللعن والضرب والقتل والأمور بتتطور وبسبب الغضب يا ما ناس خدت قرارات في حياتها دمرت حياتها ويا ما ناس خسرت كل حاجة في حياتها بسبب لحظة غضب عشان كده كان لازم نقف مع الموضوع دوة ونوص كل مسلم ونقول لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا تغضب لا تغضب وورا الكلمة ديت يعني بتمنع شرور كتيرة جدا أن أنت لو ما غضبتش هتمنع شرور وأثام كتيرة جدا ممكن تحصل لك وتحصل لكل الناس من حواليك تعالوا نشوف إزاي النبي وصل وصية العظيمة ديت وزاي كان بيحذر من الغضب وبيوضح أن الغضب ده باب شر مستطير فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يطلب الوصية يا رسول الله أوصني والحديث روال بخاري أوصني يا رسول الله قال لا تغضب أوصني يا رسول الله لا تغضب تالت مرة أوصني قال لا تغضب في رواية أحمد قال رجل ففكرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تغضب فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله فعلا الغضب بيجمع الشر كله يا ما إنسان فقد بيته فقد زوجته وأولاده في لحظة غضب وقال انت طالق ويا ما إنسان فقد ماله كله في لحظة معينة غضب ورمى ماله في مشروع والمشروع دوته وعارف إنه هيدمر حياته في لحظة غضب ويا ما إنسان خسر أصدقائه وحبيبه في لحظة غضب ويا ما إنسان قطع الأرحام بتاعته في لحظة غضب ويا ما إنسان عقه أمه وأبوه في لحظة غضب ويا ما إنسان ساب دينه وطرك الملة كلها وسب دينه في لحظة غضب ويا ما إنسان الكلام سيء في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة غضب عشان كده فعلا الغضب بيجمع الشر كله ولذلك في يوم الأيام كان معد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث روال بزار بسناد حسن فلاقى الناس مجتمعين كده حوالي الناس بيتصارع فبقول ما هذا قالوا يا رسول الله فلان لا يصارع أحدا إلا صرع رجل قوي جدا ما شاء الله كلما يخش قدام حد لازم يجيب لمس أكتاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منهم أقول لكم على واحد أشد أقوى من رجل ده قال له من يا رسول الله قال رجل أغضبه رجل بكلمة خدوا بالكم فسكت فغلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطانه صاحبي يعني قدر أنه يتغلب على نفسه وعلى الشيطان بتاعه اللي عايزه يغضب وعلى شيطان صاحبي فهو ده أقوى من الإنسان اللي بيصرع الناس ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولذلك في يوم الأيام والحديث رأى البخاري مسلم كانوا قاعدين الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنين من الصحابة حصل ما بينهم شجار ومشاكل كده فده أم يسب ده وده أم يسب ده ففي واحد فيهم انفعل قوي لدرجة النعمال يسبه ووشه حمر وأوداجه انتفخت فنظر عليه النبي بالشفقة وقال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد ووشه يرجع تاني والأوداج المنتفخة دي ترجع لحالتها الطبيعية وهو هيهدأ وقزال فل قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فراحوا قالوا الرجل ده النبي بيقول كده قال إني لست بمجنون وأنا أقول لي أعوذ باللهthm الشيطان الرجيم وأنا مجنون يعني سبحان الملك هل يا جماعة السؤال اللي بيختر على بال الناس كتيرة هل كل أنواع الغضب مذمومة؟ طبعا لا فيه غضب مذموم وفيه غضب محمود الغضب المحمود ده نوعين الغضب المحمود هو أعلى أنواع الغضب المحمود من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يغضب إلا إذا رأى الشر والفساد والكفر والمعاصي وإذا غضب على أعدائه وعلى المنافقين والطغاة والمتكبرين فهذا أعظم وأجمل وأجل غضب في الكون ده كله وفي نوع تاني من الغضب جميل جدا ومحمود جدا ومطلوب مننا كلنا وهو الغضب لله سبحانه وتعالى أن أنا مغضبش لنفسي عشان حد شتمني أو سبيني أو أذاني إنه مغضب جدا لو حد قال كلمة وحشة في حق ربنا أو قال كلمة وحشة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو قال أي كلمة وحشة في حق الإسلام في حق دينا الجميل اللي هو خير الأديان يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا فهنا نغضب لله ولذلك القرآن بيسجل صور جميلة جدا من غضب الأنبياء لله شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح يعني لملاقات ربه سبحانه وتعالى وأخذ ألواح الطراء ونجع ورجع وواجد قومه يعبدون العجلة الذهبية من دون الله فأول ما حصل فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفا بالضايق جدا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي زعل جدا ما زعلش النفسه هو زعل لأنه بمجرد ما رجع لقاهم السامري راح مجمع الحليب تعباني إسرائيل ورح مصنع لهم عجل والعجل ده بكل لي خوار كده وصوت فبدأ يقول لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي ده سيدنا موسى بدل ما يروح يعني قابل ربنا من رب بتاعه هو موجود هو نسي فخلى الناس يعبدوا العجلة الذهبية من دون الله فسيدنا موسى غضب لله سبحانه وتعالى برضو غضب تاني من سيدنا يونس ذنون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما أعد يدعو قومه إلى الله وإلى توحيد الله وعبادة الله فأبى قومه فخرج مغاضبا مددايق جدا زعلان غضبان لله الغلطة الوحيدة أنه لم يستأذن ربه في الخروج فاللي حصل أنه ألقي في بطن الحوت قال جل وعلا وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه يعني ظن أن نضيق عليه فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر فسبح المولى عز وجل وسجد لله في بطن الحوت وقال يا رب سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي سيدنا يونس لما غضب غضب لله سبحانه وتعالى والمولى عز وجل أيضا بيوضح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا لله أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول في يوم الأيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أمر ما رخص النبي فيه أو رخص له في هذا الأمر فتنزه بعض الصحابة عن هذا الأمر كأنهم عايزين أقولوا إيه يعني هو لن يبقى عمل كده لا الأفضل أن نعمل كده وكأنهم يتورعون عن الفعل الذي يفعله النبي والنبي هو أتقى الناس وأخشى الناس لله فغضب النبي غضبا شديدا وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله أن إني لأعلمهم لله وأخشاهم لله سبحانه وتعالى وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تاني لما عرف أن واحد من الصحابة كان بيتعمد أن يتأخر عن صلاة الفجر خلف إمام من الأئمة في المدينة فلما سألوا عن السبب قال يا رسول الله إنه يطيل بنا الصلاة تعبت من كتر الصلاة وراء بيطول بينا لدرجة كلنا تعبنا فغضب النبي غضبا شديدا وقال إن منكم لمنفرين في ناس منكم بينفروا الناس عن أن هم يخشوا المساجد ويعبود ربنا سبحانه وتعالى إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ده كلام النبي الأئمة المساجد يعني اتقوا ربنا في الناس الكبار في السن والناس الضعفاء والمرضى وصغار السن ما بيتحملوش أن يصلي وراء من بيصلي في كل ركع بربع عشان مستحل صوته وشايف أن صوته جميل والميكروفونات مساعداء اتقوا ربنا في الناس اللي بتصلي وراءك اديهم فرصة النم يصلي الصلاة الخمسة في المسجد عشان ينالوا الأجر العظيم إن منكم لمنفرين إذا أما أحدكم بالناس الحديث في البخاري ومسلم فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء موقف ثالث برضو بيوضح غضب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حصل خلاف بسيط كده بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب فأبو بكر يعني إلى حد ما اشتد على سيدنا عمر فإلا حصل إن سيدنا عمر زعل منه ومشي سيدنا أبو بكر عايز يعتذله سيدنا عمر لم يقبل منه الاعتذار حد ما دخل بيته وقفل الباب أبو بكر صديق زعل جدا فرح للنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شافوا النبي قال أما صاحبكم فقد غامر يعني سبق بالخير شويتين سيدنا عمر حس إن هو يعني ليه ما قبلش اعتذار سيدنا أبو بكر رح رايح سأل عنه قالوا له ده رح للنبي فرحوا وكمان للنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل هناك دخل على النبي ورح حكاله اللي حصل بينه وبين أبو بكر النبي غضب والشح مر وزعل جدا جدا وبدأ لسه بقى يعني كده ايه يعني هيتعامل مع سيدنا عمر بشدة شوية فأبو بكر قال له لا يا رسول الله ده أنا اللي كنت ظالم أنا اللي ظلمت يا رسول الله أنا اللي غلطت في حقه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ولكل الصحابة هل أنتم تاركولي صاحبي هل أنتم تاركولي صاحبي إني جئت إليكم جميعا فقلت أنا رسول الله كلتم جميعا كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركولي صاحبي فهل أنتم تاركولي صاحبي يعني الحقيقة مواقف جميلة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان بيغضب لنفسه أبدا ما كان يغضب إلا لله تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدع خيرا إلا وقد دلنا عليه ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه أخوي وحبيبي لا تغضب اوعى تغضب بالغضب هتاخد قرارات ممكن تضمر حياتك بالغضب ممكن تفئت كل حاجة بالغضب ممكن يحصل ليك مشاكل في حياتك ما تعرفش تصلحها امسك نفسك واوعى تغضب وانا هقول لك عشر وصفات جميلة جدا بفضل تعالج بها الغضب وعمرك ما هتغضب ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى تحنا نشوف ازاي نعالج الغضب ازاي ما نغضبش عشر حاجات رقم واحد استعن بالله قول يا رب استعنت بك يا رب اعيني ان انا مغضبش يا رب يا رب ساعدني ان انا عمري مغضب إلا ليك يا رب لو غضبت يا رب مغضبش إلا ليك مغضبش النفس أبدا استعن بالله رقم اتنين ان انت تتذكر قدرة الله عليك لو انت غضبت على انسان وانت امت منه او ازيته فتذكر ان ربنا اقدر عليك من قدرتك انت على هذا الانسان ويوم الايامة انت اشد الناس احتياجا الى عفو الله وإلى مغفرة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم رقم ثلاثة ان انت تتفكر وتتذكر فضل العفو والمغفرة والحلم وكذم الغيظ هتلاقي فضلها عظيم جدا وجميل جدا فعشان كده لازم تتفكر علشان تعفو وتفوز بالاجر العظيم رقم اربع ان انت اذا غضبت تسكت ده مين اللي قال كده حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواء احمد بسلد صحيح قال صلى الله عليه وسلم اذا غضي بأحدكم فليسكت انت لو حصل خلاب بينك ومن زوجتك والله الذي يلاقي إله غيره لو حد فيكم غضب فسكت واستعاز بالله من الشيطان الرجيم وبعد عن التاني شوية لحد ده مهدى الامور هتبقى زي الفل انما لما تقفوا قدام بعض انت غضبان وهي غضبانة كلمة منك كلمة منها الشيطان بينفخ فيكم انتو اتنين علشان كل واحد يقول اسوأ ما عنده هيحصل ان لا يمكن هتستمر الحياة بالمنظر ده رقم خمسة انك تتذكر ان مين اللي وقعك في الغضب ده هو نفس الملعون الشيطان ابليس هو اللي وقعك في الغضب فانت لابد ان انت يعني علشان في اللحظة دي ترغم ام في الشيطان اسكت وما تتكلمش وما تغضبش عشان ترغم ام في الشيطان اللي حاول ان يخليك تغضب رقم ستة انك تفكر دايما ان الغضب دائما مصيره الى الندم عمرك ما هتغضب الا ما هتندم لانك لما هتغضب ممكن تسب او تشتم او تضرب او تقتل او تقول كلمة وحشة او تطلق او تعمل اي حاجة او تزعل الناس اللي حواليك ففي النهاية انت لازم هتندم يقينا الا اذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى رقم سبعة ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا واذكر ربك اذا نسيت قال يا كلمة يعني واذكر ربك اذا غضبت فاذا غضبت اذكر المولى عز وجل فالمولى عز وجل يذهب عنك الغضب بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 8 ان انت تتحول من حالة اللي انت عليها للحالة التانية يعني لو كنت واقف اعض لو كنت قاعد نام قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود واحمد باسنادين حسن قال صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فاذا هو فاذا ذهب عنه الغضب وإلا فليتضجع يا اما وانت واقف اعض لسه ما ذهبش الغضب اتضجع ما ذهبش قوم تمشى اعمل اي حاجة قال صلى الله عليه وسلم ايضا الحل رقم 9 تتوضأ وتستنشق الماء قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود واحمد باسنادين حسن قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ رقم 10 ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشر حاجات هتستعين بالله هتتذكر قدرة المولى عز جل عليك هتتفكر في فضل العفو والمغفرة هتسكت هتتذكر ان الشيطان هو اللي عايز وقعك في الغضب فهتستعيذ بالله من الشيطان هتتذكر ان الغضب يؤدي للندم فلن تغضب هتذكر ربنا سبحانه وتعالى هتتحول من حل إلى حل ولي كنت واقف هتقعد لو كنت قاعد هتنام واذا كنت مش متوضى هتقوم تتوضى وفي الآخر هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سيذهب الغضب بفضل الله سبحانه وتعالى في المقابل اذا كان النبي نهانا عن الغضب فقد حضنا على العفو وعلى المغفرة وعلى الحلم يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أنا عارف الناس بتفهم غلط أو أغلب الناس بتفهم غلط لما بتعفو عن واحد يقول لك لو ما كانش ضعيف ما كانش عفى عني إنما لو كان يقدر يعمل حاجة كان عملها سيبك من الناس أنت ما بتعملش الناس أنت بتعامل رب الناس سبحانه وتعالى الناس يرضو عنك أو ما يرضوش الناس يقولون أنت كويس أو مش كويس هي الناس رضيت عن ربنا عشان ترضى عنك حبيب قلبي ده الكرة الأرضية أربعة اخمسها يكفرون بالله ستة مليار ونص منهم مليار ونص مسلم وخمسة مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى ويسب الله جهارا نهارا أغلب البشر لم يرضو عن رسول الله هيرضو عني أنا وانت سبحان الملك فمحدش هيرضو عني أبدا فانت كل اللي عليك اعمل العمل دا لله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا قال صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من الحور العين يزوجه من أيها شاء اللي انت عايزه العدد اللي انت عايزه من الحور العين قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلح أنظروا هذين حتى يصطلح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمي العائشة بتوصف بتقول لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وشوف اللي حصل للنبي في يوم الطائف لما رح يدعوهم إلى الله لا يريدوا مالا ولا يريدوا جاها ولا يريدوا دنيا بيدعوهم إلى الله فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعملوش كده وبس ضربوا بالحجارة لحد دم يعني نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي وألجأوه إلى حائط ووقف يدعو دعائه المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس هوان مين هواني الرسول سيد ولد آدم شوف لما كان بيقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أباري أنا ميه منش أي حاجة المهم أن أنت تكون راضي عني ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم بعدما مش بحوالي خمسة كيلو وصل لمكان اسمه قرن الثعالب والحديث في البخاري ومسلم فوجد السحابة قد أضلته فإذا فيها جبريل فسلم جبريل على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك وقد أرسل معي ملك الجبال فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلا إن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان الجبالان بين مكة والطائف هجيب الجبالين كده هم يموتوا فقال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شاء وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل أكرم بن أبي جهل ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا شوف رحمة النبي شوف حلم النبي شوف يخرج من مكة مطروضا مأزيا صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرجت يرجع فاتحا منتصرا ويقدر يعلق لهم المشانئ كلهم وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم انطلقاء يا سلام شوف علي بن الحسين في يوم بالأيام كان عنده ضيوف جات الجارية بتقدم مشروب ساخن كده فالمشروب نزل على طفل صغير كان لسه مولود لعلي بن الحسين فمات الطفل زحل جدا علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه فلسه عايز يتصرف معها فقالت يا سيدي والكاذي من الغيظ قالك أذنت غيظي قالت والعافين عن الناس قالك أضع فوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة الوجه الله قد إيه في نفوس عالي أوي عايز أختب بمثال رائع أوي المثال ده عن نفسي بيخلي جسمي أشعر مثال عالي أوي أوي سيدنا معاوية بن أبي سفيان في يوم من الأيام حصلت مشدة بين وابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا عبد الله بن الزبير الأرض بتاعته جنب أرض معاوية بن أبي سفيان فعمال معاوية بن أبي سفيان عشان يوصلوا للأرض بتاعته كان لازم يعدوا من جوه أرض فأرسل رسالة صعبة جدا لمعاوية بن أبي سفيان بيقوله إيه بيقوله يا ابن آكلة الأكباد اللي هندي بنت عطبل لليه أم معاوية يا ابن آكلة الأكباد ليه أكلت جزء من كبت حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وارضاه فقال يا ابن آكلة الأكباد مر عمالك أو إذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك من أن يدخلوا أرضي وإلا سترى مني سوءا كلام كله تهديده صعب جدا فلما وصلت الرسالة السيدنا معوية خذ الرسالة وقرأها على يزيد ابن معوية قال ماذا تأمر أو ماذا تقول إيه رأيك في الموضوع ده قال رأيي أن ترسل من يأتيك برقبتي أنا رأيي تبعد واحد يجيب لك رأبته فقال أولى أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما أقولك على حاجة أحلى من ده كله قاله تفضل فأرسل رسالة إلى عبد الله بن الزبير وقال يا ابن حواري رسول الله شوف الكلام هو بيقوله يا ابن آكلة الأكباد هو قال له إيه معوية قال له يا ابن حواري رسول الله اللي هو الزبير بن العوام يا ابن ذات النطاقين اللي هي أسماء بنت أبي بكر إذا وصلتك رسالتي بالله عليك ركز إذا وصلتك رسالتي فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لو كانت الدنيا بيني وبينك لآفرتك بها والسلام فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير رآها وبكى بكاء شديدا على تلك الكلمات التي أرسلها إلى معوية بن أبي سفيان شوف يا أخي الحلم شوف قدي الإنسان فعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا ما إنسان ممكن ناس تغضب عليه ناس تأذيه ناس تعمل معها كيلة مش كويسة فلو رد عليهم بنفس أسلوبهم يبقى رضي أخلاقهم فقلدهم وهتحصل عداوة وما لهاش نهاية والخصام عمره ما بينتهي إنما لو قدر أنه يستوعب كل هذه الأشياء ويحاول بقدر إمكان يتألف قلوبهم ويرد رد جميل ويحاول بقدر إمكانه يستل الخصومة والبغضاء والحقد اللي جوا قلوبهم هيكون الكذبان بفضل الله سبحانه وتعالى أوعى تنسى وصية النبي لا تغضب لا تغضب مين اللي عايزك تغضب دايما على طول الخط عشان تفئت كل حاجة حلوة في حياتك هو الشيطان إن شاء الله بنتواعد إن احنا ننفذ وصية النبي لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات علشان نكون بكده بفضل الله انتصرنا على الشيطان وجبناه بالضربة الأضية وعملنا لمس أكتاف وما زالت الجوالات مفتوحة بفضل الله اللهم ارزقنا نفسا راضية مطمئنة يا رب العالمين اللهم جنبنا الغضب يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استرعيبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اسقل من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة